طيب تعالنا نكمل احنا سألنا السؤال الاول ازاي تبقى محلل الشاطر طيب يجي يقولك السؤال برضو لا اكيد انت بتتسئله طول الوقت في الشارع يعيزة اما تقولها انت اهلاوي لزمالكاوش وانت اكيد انت اهلاوي او زمالكاوش وانت ازاي اصلا بتطلع على الهوى واكيد انت سعب بيجي لك انتقادات انت اقع عشان على الاهلك قلت كزا وعلى الزمالك قلت كزا القصة دي بتتعامل معها ازاي او بتبقى شايفها ازاي في حاجتين مهمين او في الموضوع ده وانا عارفك بالمناسبة انا عارف ان انت لا اهلاوي لزمالكاوش ودي حقيقة يعني بالمناسبة دي معلومة على العشرة يعني اعزة حرفيا لا اهلاوي لزمالكاوش اعزة بيحب الكورة وبس والله يعني وبيحب يا حاجتين كمان القصة القصة بادية بس بان في الاول في اول حاجات كرسات التحليل كان في جملة كده كانت مهمة قولي في حياة الواحد يعني عشان اشتغل الشغلانة دي كان بيقولك ان انت بتتفرج على الموضوع بتجمع تقريبا 20% بس حقاية ليه بحكم ان انت بتتكلم في التليفون بتنشغل بحاجات تانية كتير بتاكل بتشرب الزوايا بتاعت الملعب الفكرة الزاكرة بتاعتك الطبيعية المدرب بيجيب 70% بس من المعلومات وهو واقف على الخط فيما بالك المشاهد المشاهد بيجيب حوالي 20% بس بقيت الـ 80% لما بيطلع يقول رأيه هي مبنية على 20% حقيق الـ 80% دي بقى ايه انحيازات مسبقة وانطبعات وتشجيع وحاجات شبه كده يعني فانت اول حاجة لازم تعملها انك تطفي 80% دول وتزود الحقيق اكتر من 20% عشان لما تطلع تتكلم مع الناس ما تبقاش بتتكلم بين طبعات لان انطبعاتك هي تخصك انت مش حقيق وبالتالي البني قدمين مش هيعرفوا ويجتمعوا عليها لان 20% اللي انا شفتهم غير اللي انت شفتهم الحبة اللي انا اتفرجت فيهم على المطش وبعدين وطيت عشان اكل من الطبق غير الحبة اللي انت خدت فيها كوبايت الشاي غير الحبة اللي جاد لك فيها ميسج غير الحبة اللي انا قررت اكتب فيها تويتا كل واحد فينا اتفرج على 20% مختلفة من الحقيقة ايوه فانا اول حاجة اتعلمتها ان انا اطفي الجزء بتاع المشاعر واطفي الجزء بتاع التعصب او الانحيازات المسبقة ليه؟ لان ببساطة كده لو انت ودي حاجة بقى ما بعرفش عاملها مثلا مع مطشط منتخب مصر لان دي حاجة غصب عنك غصب عني فانت متخيل لو انت مثلا لعيب كويس قوي وعمل كل حاجة صح بس رقص تانية التالتة ام مزودها تقطعت منه كورة بتعمل ايه؟ بتعمل الحق وازاي وآه فانسال اوتوماتيك ليه اغلب الحاجات الحلوة اللي عملها ممكن كنا عامل في المباراة داية 80 ألف حاجة كويسة بس شاتش طوش بس شاتش طوش في مدرب مثلا في مطش من المطشط عملت غيرتين وحشين فانت اقتنعت انه مدرب وحش فهتبقى طوال وقت عايز تثبت مدرب وحش فانت هنا متعصب لرأيك فالحاجات دي كلها بيعلمونا ان في الاول اول حاجة لازم نعملها ان احنا نلغيها ونطفيها فعشان كده هو فعليا وانت بتتفرج على المطشط لازم تبقى كوي يعني لازم تكون طافي الجزء ده ليه؟ بس عشان خطر الجمهور ملوز زنب في كل الكلام ده عشان انا اعرف اتكلمه لان انا في الاول في الاخر مش هشجع الاندار دي كتر من اسمي صح واكتر من نفسي واي حد بيبقى عايز يشتغل في الكورة هو لازم يبقى مدرك للحقيقة دي